حياتنا قيم الحمد لله القائل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أحمده سبحانه وتعالى أجرى على الطائعين من عباده أجرى وأسبل على العاصين منه سترا سبحته السماوات وأملاكوها والبحار وأفلاكوها والأرض وسكانوها والأنهار وحيتانوها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا من يومنا هذا إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا في هذه الخواطر المقتضبة والمجتزأة والسريعة حديثنا اليوم عن موضوع للأسف الشديد فهمناه وتصورناه على غير حقيقته وأنا من خلال هذه الدقائق السريعة نريد أن نعيد الأمر إلى نصابه والسيف في قرابه فنعيش مع هذا الموضوع لنفهمه حتى الفهم هذا الموضوع هو موضوع الأمانة اليوم من يسمعني أو شاهدني يظن أن الأمانة معنى فقط هو أن فلانا أو دعا عندك مبلغا ما تعفظه أمانة إلى أن يأتي أو أن الأمانة أن فلان من الناس وضع عندك شيئا فتحفظه له إلى أن يعود هذا الموضوع الأمانة عند الناس ويظنون أن الأمانة هو هذا للأسف الشديد وهم لا يعلمون أن الأمانة معناها أعم من هذا بكثير ولذلك قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها جاء في الأحاديث في تفسير هذه الآية معناها أرضنا الأمانة أي عرض الله عز وجل وكلف السماوات والأرض بهذه الأمانة فسألنا ما هذه الأمانة قال إن الفرائض إن أديتها كما كانت أجرتي وإلا عقبتي فأشفقنا منها وما استطاعت السماوات والأرض بعظمتها وضخامتها أن تتحمل هذه الأمانة واعتذرت ثم عرضها الله عز وجل على الإنسان قيل في تفسيره آدم أن إذا أحسنت جوزيتا وإذا أسأت عقبتا فحملها الإنسان وعبر عن آدم بالإنسان لأن كل ذرية آدم والإنسان ألف ولام دخلت على إنسان مفرد وهي للجنس الاستغراج للجنس حملها الإنسان أنا وأنت وفلان 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 كلهم حملوا هذه الأمانة إذن ليست الأمانة معنى فقط أن تضع مبلغا أو شيئا عند أحد الناس لا لا الأمانة عم من هذا بكثير كل ما افترضه الله تبارك وتعالى على الإنسان هو أمانة كل ما كلف الله عز وجل به الإنسان هو أمانة ليس هذا التصور القاصر ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الأمر ويقول أدِّي الأمانة إلى من ائتمنىك ولا تخل من خانك وأدِّك ما هو معلوم فعل أمر وفعل الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرف كرينا ولا كرينا صارف على ما يرى الأصليون إذن يجب على كل الناس أن يؤدِّي الأمانة إلى من ائتمنوا أيا كان بر أو فاجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري من حديث حذيفة قال حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين حافظت أريد أن يتنبى معي كل من يسمعني الآن أو شاهدني حدَّثني النبي صلى الله عليه وسلم حديثين حفظت منهما أو رأيت أحدهما وإني أنتظر الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال نزلت في جذر قلوب الرجال فرأها طبعا حذيفة رأى هذا الأمر كل ثم حذيفة ما زال ينتظر الأمر الآخر ما هو هذا الأمر الآخر؟ قال وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا تَقَلَّمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من كلبه فيظل أثرها مثل الوكت مثل الوكت والوكت يعني لو أصاب الشيء أو الثوب شيء ثم أصبح لونه آخر عن لون الثوب هذا معنى يبقى أثر بسيط من الأمانة ثم قال ثم ينام الرجل النومة فيظل أثر فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل قال ثم يعني لا 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 تكاد توجد الأمانة عند أحد من الناس قال حتى يقال قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقالوا إنا في بني فلان رجلا أمينا خلاص ما عدل الله واحد فقط من الناس رجلا أمينا ويقال للرجل ما أظرفه وما أحلمه قال وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان إذن موضوعها طويل وأهميتها كبيرة لكن أنا أريد أن أعرج سريعا على مجالات الأمانة من أول وأعظم مجالات الأمانة ما ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذدخل أعرابيون يسأل عن الساعة يقول متى الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه يواصلوا الحديث فكرهوا سؤال هذا السائل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة أين الذي سأل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله ها أنا ذا طبعا باب اللقاء قالوا ها أنا ذا هل هذه الها هو أصلا يريد أن يقول أنا هذا فاختلفوا هل الها هذا ها أنا ذا هي الها الذي تدخل على اسم الإشارة ثم تقدمته فصلته ودخل الضمير بينها أم أنها ها أخرى الصواب والله أعلم أنها ها أخرى فقال ها أنا ذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أنت تسأل عن الساعة نعم متى الساعة قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ورواية إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة كيف أسند الأمر إلى غير أهله اليوم يا إخواني أعظم أمر أمر ولاية الأمة هل أسند اليوم إلى أهله أنا أعجب من هذا ولذلك هو أمر طبيعي أن نكون في أمة آخر الزمان التي تضيع منها الأمانة أنا أعجب والله ما هو مؤهل محمد علي الحوثي اليوم ما هو مؤهل فلان من الناس هل هو فعلا من أهل هذا الأمر بل حتى على مذهب الزيدية أنفسهم يشترطون في المجتهد عشرة شروط ذكرها في الأزهار وغيره يشترطون عشرة شروط لا تكاد تجد في أحد ممن يتولى أمر الأمة اليوم وطبعا نحن لا نقول بالولاية أنها ولاية شرعي لكنها ولاية المتغلب فربما لا تكاد تجد فيه إلا الذكورة ومع هذا يتصرفون اليوم في أمر الناس في هذه الأمور كلها فضيعوا أمانة الناس وضيعوا أمانة أموالهم وضيعوا أمانة أولادهم فهم يعني يأخذون أموالهم ويزرعون في قلوب أبنائهم ما يزرعون من العقائد الباطلة وهذه الأشياء كلها نعيش اليوم فعلا في ضياء أمانة كبير والناس للأسف الشديد لا يدركون هذا الأمر هذا أعظم أمر إذا أسند الأمر إلى غير أهله اليوم أسند أمر الأمة فعلا إلى غير أهله وتصدر الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتكلم الرويبضة وكذلك في حديث آخر قال ليتصدر فيها اللكع بل اللكاع ليس له من أمر الناس ومع هذا هو من يتصدر الأمر على السريع ومن أنواع الأمانة أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال إن من أعظم الأمانة عند الله الرجل يفضي إلى أهله ثم يعني ينشر سرها شوف دقة الشريعة في حفظ الأمانة وكذلك من أنواع الأمانة انظروا كيف كان يرون من أعلى أمر أمر الأمة إلى أدنى أمر ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدل أمانة قالوا لأبي الدرداء وما أداؤها قال غسل الجنابة تخيل من أعلى أمر أمر الأمة إلى أدنى أمر قسل الجنابة انتبع أن تبكى شعر ما يدخل فيها الماء إذن هذه هي الشريعة التي جاءت بها وهذه الأمانة في نظر الشريعة ولذلك بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل الشريعة وقبل البعثة بالصادق الأمين أسأل الله أن يجعلنا أمناء صادقين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى 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 اشتركوا في القناة